والدنيا دي رغم اللي ما فيها مليانة نوز لكن مش ممكن تلاقيها من غير ما تعوز من أعلى درجات الإحسان إحسان انتقاء الألفاظ أثناء الكلام كأن قلبك عامل زي مكنة الفرز اللي بيعدي عليه الكلام وما بيطلعش إلا درجة أولى وربك يقول في القرآن كده وَقُلْ لِي عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنِ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ والفيلسوف يقول لك الحب ليس فعل الأشياء الخارقة إنما فعل الأشياء العادية بحنان الحوار اليومي الكلام الطبيعي وينقلنا ربنا على لسان الأنبياء وهم بيخطبوا أقوامهم رغم أن أقوامهم دول كانوا منهم المشرك الكافر لكن الحقيقة إن الإنسان الصالح لسانه بيعبر عن صفاء ونقاء قلبه فتلاقي سيدنا شعيب يقول لقومه وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانِ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وتلاقي سيدنا يوسف بعدما ربنا نصره ومكنه ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدة وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن اسمع الكلام بقى وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء بدل ما ببساطة كده يقول لهم كلام يوجعهم بعدما ربنا نصروا عليهم هم اللي فرقوا بينه وبين أبوه أكتر من عشرين سنة لكن ربنا نصروا ومكنوا فقال كلام تطيب له القلوب ونبدأ معاه صفحة جديدة وعشرة جميلة الشيخ الكريم الحبيب علي الجفري عنده تجربة تجربة وراها كنوز ومعنى تعلمه من صغره في انتقاء الكلام والاهتمام كيف يصل المعنى مهما كانت النية جميلة لكن كيف ستنتقي الكلام الذي يحمل هذا المعنى تعالوا كده نسمع مع بعض الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أذكر في السادسة عشر من العمر لأول مرة يصبح لدي تصريح قيادة سيارات يسمونه تصريح مؤقت فخرجت فريحا وريد أن أفرح الوالدة أخذها إلى مشوار ووصلها يعني وشعرها أن تعبتي وربيتي وأنت الآن في ممكن أحد يعني يخدمك أثناء الطريق أخذنا الحديث وجرى ذكر أستاذي المربي الحبيب عبدالقادر السقافة رحمه الله من الصالحين الكبار أثناء الذكرة قلت لها هذا ما هو مجرد أستاذي علم يا أمي هذا أستاذي ومربي يعني هو المربي الذي يربيني فتضايقت الوالدة وشعرت لوهله كأنني ارتكبت خطأ ولا أعرف ما هو الخطأ تغير صوتها شعرت بحزن فقلت لها في شيء من ضايقك يا أمي قلت لها بس يعني حسستني نحن ما عرفنا ربيك لما تحتاجت حساني ربيك أي يا عبدالقادر شيخنا كلنا وأستاذنا بس ليش كلمة التربية نحن ما عرفنا ربيك قلت لها يومي والله ما قصدت بس هذه التعبير يذكره العلماء في مسألة تهذيب النفس ومسألة تزكية النفس وكيف حاولت يعني أوصل الصورة وهي حقيقية أن المقصود بالتربية في مصطلح آخر ومصطلح العلماء مصطلح الصوفية مصطلح التزكية المقصود بالتربية أي مساعدة الإنسان على معرفة عيوب نفسه ودلالته على الطريقة التي يمكن أن يتخلص بها من هذه العيوب يعني اجتهادت كثيرا بدلت جهدا كبيرا حتى أرسم الصورة لها فشعرت أنها نوعا ما هدأت لكن منذ السادسة عشر إلى سن الخمسين الآن وأنا تذكر هذا الموقف عندما تذكره أشعر بألم أشعر بندم الدرس الذي أخذته من هذا الموقف أن الصواب لا ينفصل عن طريقة تعبيرك عنه أن المعنى لا ينفصل عن طريقة إيصالك إياه إلى الآخرين قد تحمل معنى راقيا في داخلك قد تحمل معنى صائبا لكن إذا لم تنتق اللفظ الذي تعبر به عن هذا المعنى بطريقة تتناسب مع المستمع أو ما معنى تتناسب أي أنها لا تسلب المستمع شيئا يخصه الأم هي أعظم من يشعر إليها بالتربية الأم هي التي حملت والتي وضعت والتي سهرت والتي تعبت فإن كان في شيء يعنيها هي فيك أن تكون ربتك أنها هي التي ربتك فعندما تريد أن تتكلم انتبه من أن تدوس في الطريق أو تضغط أو تطعن من غير أن تقصد أو تجرح شيئا في قلب إنسان يعني أمامك عندما تعبر انتبه لأن أحيانا الكلمة تكون أشد إيلاما من النصل وإن لم تعنيها فكر في الأثر العبارة على من تتخاطب معه الكنز هنا أنك عندما تخاطب الآخرين فكر في أثر العبارة عليهم لكن ما هو الكنز الذي في الكنز الكنز الذي في الكنز هو أن أن ذلك يحصل عندما تكون إنسانا ما معنى تكون إنسانا تكون قادرا على أن تشعر بمن حواليك عندما تطوي الإيغو الحظ النفس الأنانية عندما تطويها تستطيع عندما تضعفها فيك تستطيع أن تشعر بالآخرين وبقدر ما تتعاظم نفسك والأنانية تقوى لديك يضعف عندك تضعف عندك القدرة على الشعور بالآخرين إلى درجة ربما تستغرب بها من ردود أفعالهم يعني هم ليش زعلوا؟ أنا قلت حاجة زعل هو إيش اللي أنا ما غلط فيها أنا لم أخطئ في حق أحد هو غياب الشعور بأنك أين موضع الألم لماذا غضب؟ لماذا زعل؟ جهلك بسبب زعله وغضبه أو ألمه هو بسبب أنك لم تستشعر لم تشعر به وعدم الشعور بالذين حواليك دليل على أنك بحاجة إلى أن تجاهد نفسك أن تخفض من أنانيتك الكنز أعتقد هنا أن أن صحة إيصال المعنى مرتبط بالشعور بالمعاناة إحساسك بالمعاناة يحقق لك إيصال المعنى هذه أم عانت حتى تصنع منك إنسانا فشعورك بمعاناتها سيجعل انتقائك للألفاظ له معنى هذا كثير في الصلة بأمهاتنا اليوم بأبائنا بمن يحيط بنا بس الأمهات والأباء أكثر الله موفقنا لحسن المر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر